وبعد أن وقفنا على نوع من أنواع الفهارس التي تشتمل عليها المكتبة وهو الفهرس المطبوع نقف الآن على النوع الثاني الذي اخترناه وهو الفهرس المحزوم ما المقصود بالفهرس المحزوم؟ هو عبارة عن جذاذات أي قطع ورقية سميكة تحمل كل جذاذة منها مدخلا مستقلا يتم تجميعها وترتيبها ترتيبا أبجديا واحدا من خلال ثقبها وتجميعها في شكل مجلد مستقل كما نرى في هذا المشهد حيث إن لكل واحدة من هذه الجزازات معلومات تتعلق بمؤلف أو كاتب أو كتاب لهذا النوع من الفهارس مميزاته منها أنه مرن فيسهل الإضافة فيه والحزف وهو ما تحتاج إليه المكتبة حيث ترد إليها كتبا أو تنتقي وتنتهي منها كتبا أخرى فيحتاج الأمر إلى إضافة وإلى حزف وهذا النوع مما يجوز فيه هذا الفعل أيضا صغير الحيز حيزه الذي يشغله ليس كبيرا وبالتالي يمكن استخدام جزازات تشتمل على معلومات داخل المكتبة أيضا ليس كثيرا أو مكلفا بالإضافة إلى النوع السابق الفهرس المطبوع أو الفهرس البطاقي كما سنعرف وبذلك نكون قد وقفنا على هذه المميزات فماذا عن عيوب هذا النوع من الفهرس إن الفهرس المحزوم يتلف سريعا بسبب كثرة الاستخدام نعم وأيضا ملفاته سميكة معرضة للتلف في أي وقت وأخيرا يحتاج إلى خزائن معينة لحفظه وهو ما يصعب مسألة التخزين وبذلك نكون قد وقفنا على عيوب هذا النوع من الفهرس وهو الفهرس المحزوم والشرائح التالية تضم بين دفاتها نوعا آخر من الفهرس سنعرفه بعد قليل